لان احنا عندنا نيوزك ثالث اللي هو هشام جنينة هشام جنينة طلع عمل حوار مع موقع اسمه هاف بوست عربي هاف بوست عربي ده من الاخر برضو موقع تمتلكه قطر ويديره اخوان مسلمون فيعني هم متصنطرين على المسألة سيبك من اللي قاله هشام جنين اهو يعني ده على لان الموقع ده محجوب يعني دي صفحته ما هي محجوب واحد يقولك ما انتو بتحجبوا المواقع وانت بتحجبوا المواقع لانه انا هزي المواقع لا تنشر الا غساء ولا تنشر الا دعاية سوداء ضد مصر ما يغوروا في ده هي يعني فالهشام جنينة في هذا الحوار سيبنا خالص من الكلام اللي قاله عن يعني اللي تعرض له لانه ده في النهاية بين يد القضاء القضاء هو اللي يتكلم فيه وانا مش عارف كيف لقاض جليل خارج من السلك القضائي انه يتكلم هذا الكلام عن امر يتم فيه التحقيق ويتم فيه النظر امام القضاء اليس هذا تأثيرا على القضاء يا سيادة المستشار ولا انت نسيت القضاء ونسيت القانون ونسيت الحكاية يعني فيه قضية قدام القضاء فانت بتطلع في العلام وتتكلم عنها وبتتهم ده وبتقول ده اللي عمل وده اللي لفق وده يعني ده ما يعتبرش تأثير على القضاء اعتقد انه المحكمة يمكن ان ترى فيه ما ترى لكن الخيبة التقيلة بقى ايه انه شام جنينة الذي كان موعودا ان يكون نائبا لسامي عنان اذا ما اصبح رئيسا عفوا بيقول ايه بيقول انه سامي عنان عنده مستندات وسائق بتدين قيادات كبيرة في البلد وانه المستندات والوسائق دي سامي عنان طلعها من بدري برا مصر معها حد وقال له انه لو حصل لي حاجة او لو موت مثلا في السجن طلع الوسائق وخليكم معي دقايق قليلة لانه يعني قبل ما نطلع فاصل نروح لضيفنا الكريم يعني الدكتور حسن راتب معنا اليوم عشان نتكلم عن ما يدور في سيناء وما يدور في الحياة السياسية المصرية وحوار مهم وممتد ان شاء الله بس خليكم ركزين معا في الدقيقتين دول هذا الهازل الذي يتحدث به هشام جنين قالك ايه انه سامي عنان عنده وسائق ومستندات تدين قيادات هذه القيادات تقع المجلس العسكري اللي اداره البلاد بعد 25 يناي مفهومة يعني وانه هزي المستندات والوسائق موجودة برا مصر هو طلعها برا مصر وبيحذر انه لو الراجل جراله حاجة فهزي الوسائق هتطلع طيب خلينا ناخدها بالمنطق اول حاجة ان انت قدام حالة من الابتزاز السياسي لا نظيرة لا ليه لانه هو بيقولك انا حاسس انه سامي عنان هيتعرض لعملية تصفية زي اللي اتعرض لها عب حكيم عامر المشير عب حكيم عامر فهو ده اول مقاربة عملها بين سامي عنان وبين عب حكيم عامر وحكيم عامر ما شاء الله عليه يعني جاب لنا النكسة وتم يعني محاكمات كثيرة جدا والجيش طهر نفسه ودي ميزة في الجيش المصر بيطهر نفسه بنفسه فدي اول مقاربة انه الراجل ده زي ده طيب كتر خير وبعدين قل لي هو سامي عنان طالما وطني كده وعنده وسائق بتديني الناس مطلعهاش ليه قبل كده يعني هو بيفضر ابته بيها يعني هو مش همه البلد انا هسدى انه عنده وسائق وهسدى انه عنده مستندات وهسدى انه عنده معلومات مطلعهاش ليه من يعني سيبك من الفترة اللي هو كان فيها رئيس اركاد يعني هو من 11 فبراير 2011 لما تخلى مبارك ليه 30 يونيو لما تولى مرسي في الفترة دي اللي هو كان الرجل الثاني اللي بيدير شؤون البلاد عبر المجلس العسكري الفترة دي كلها هو كان فين كان بيشتغل ايه طيب ثلاثال جميلباة يكيبه